وقطر في ضمار كل هذه الشعوب وكل هذه الدول المصلحة من التسعينات أدركت إمارة قطر أنه لا بد أن تلعب بقوة ناعمة وهي الإخوان المسلمين كان في هذا التوقيت في عام 1997 جاسم بن سلطان وهو أحد قادة الإخوان في قطر وده كان تعلم في طب كل الطب في جمعة الشرعية والتوقع بعصام الأريان وغراء وعاد إلى قطر وعمل مشروع اللي هو مشروع حل لتنظيم الإخوان وأممية جماعة الإخوان أن تصبح الإخوان طيار أممي في العالم ونجح حزن مشروع يعني طيار أممي طيار أممي يعني مشارك هلغي التنظيم العظمى اللي بين قدامنا هو مكتب الرشادة وهلغي الكلام اللي هي النس عرفيته وأعمل الإخوان لايت الإخوان لايت اللي بيدخل في الفن وأنت مش عارفها وبيعملك مسلسل أي الإخوان لايت اللي هو بيدخل في الرياضة وفي الكورة ويعمل ألترس وأنت مش شايفها أي الإخوان لايت اللي بيدخل في الإعلام الإخوان لايت اللي بيدخل على السوشيال الجماعة موجودة وأنت مش شايفها أي وتكلم الواحد ويقولك أنا مش جماعة وهو بيقدم الجماعة واحد أفكاره هي نفس أفكار الجماعة الخطاب بتاعه خطاب الفكري ونفس خطاب الجماعة الاستراتيجيات والاهداف هي نفس الاستراتيجية والخطة والاهداف اللي هو عوزها الجماعة التنظيم اللي اخوانا كده في قطر توغل في الدولة القطرية في ذات الوقت اللي الامير قطر شاف ان انا استخدم ده في التمدد في العالم وكان هناك مشروع الفوضى الخلاقة اللي بيقول لان اجزئ الدول العربية الى دويلات صغيرة اجزئ مصر التلات دول اللي هي الجيزة الكبرى واجزئ المملكة العربية السعودية وغيره تصبح دويلات تشبه دولة اسرائيل في الحجم والجغرافيا السياسية ودولة قطر شبيهة بيها فتصبح قطر هي القوة فالراجل اللي قالك طبعا نعمل ده من جزئه وبانا القوة لديه مشروع الشرق الوسط الكبير انا واسرائيل فشاف ان هو مين يجزئ ده انا واسرائيل اه مين اللي يجزئ ده يجزئه الاخوان المسلمين الاسلامين هم الاسلامويين دول هم اللي لديهم قدرة الوحيدين اللي لديهم قدرة على البكر والجزء باسم الدين ايه يعني ايه اجيب جنوب السودان يا عم ما تاخدوها جنوب السودان تتعامل دولة تانية صحيح وعملتها وهم حكومة عاملين نفسهم اسلامين بشير والانقاذ وغيره ايه التراب اللي عمل ده ايه فهم الوحيدين اللي يقدروا يتخلوا عن سيناء ويقولك سيناء ما ايه اللي يحصل يعني ايه محلاب دي مطروح للسودان ايه المشكلة ايه فيها مشكلة ايه نفاش مشكلة ما احنا كلنا مسلمين مع بعض ايه هم دول اللي يقدروا يعملوا ده ايه اللي احنا مسلمين مع بعض ايه ايه ونفتح الحدود نفتح ونعمل نعمل خلاب ده فهم اللي يقدروا يجزقوا المنطقة ايه ومن هنا حدث التوافق القطري ايه الاخواني واستغلوا جماعة الاخوان المسلمين لتجزية المنطقة اشوف الدعم القطري بقى بمئات الملايين للجماعات ايه عم حاكين بالحاج وغيره في في ليبيا في ليبيا والدعم اللي عاملينه لكل الجماعات حتى في مالي مفيش جماعة ما بتدعمهاش قطر بكل الاصناف حتى تنظيم القعدة فحقيقة غريبة جدا المشكلة